لأن الكابتن إبراهيم سعيد طلع زكرك بالإسم وقال إن أنت كنت سبب في رحيله من النادي الأهل يعني أنا عايز بس أقول إبراهيم كنت سبب في رحيلك ليه؟ قال إن عقده كان 350 أهل كلام ده مش مظبوط ما كانش فيه الأرقام دي خاله وإنت خفضته لمتين يا مهيب بصة مهيب في الوقت اللي بتكلم عليه إبراهيم سعيدك على ما تقل الكلام ده كان موسم 98-99 ولا بعد كده بعد كده ما كانش فيه المبالغ دي خالص الله يرحمه سابة البطل كنا في غانا لأنه متذكر كويس قوي وكان إبراهيم سعيد ومحمد جودة هم اللي اتنين اللي عايزين يجددوا أو النادي عايز يجدد معهم الله يرحمه سابة البطل قال لي وعد مع اللعيب ونشوف قصتهم إيه قالك أنت عود مع اللعيب آه تمام ععدت مع الاتنين عندي في القوضة مش أنا اللي رحت له القوضة آه إيه؟ لأنه عندي في القوضة أنا أي في القوتيل آه مش أنا اللي رحت له تمام يعني إذا كان هو بيقلب الأمور لأ أنا معاكش هو قالي أنت رحت له ولا ما دي معاكش لأ أنت قلت هالي أن هو بيقول أن أنا رحت له الغرفة تمام آه أكتد مني آه حالس مرمى الأهل صار زاره في غرفته آه 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 أنا جبت اللي اتنين عندي في القوضة أنت اللي زورته في القوضة هو المكتوب أنا جبت اللي اتنين عندي في القوضة جبت جودة وإبراهيم سعيد وإبراهيم سعيد تمام خلاص كان المبلغ اللي معروض من الناد الأهلي 75 ألف جنيه آه للتجديد مش ملقمتين وإيه أنا بقول لك هو بيقول أي كلام آه خلاص بس أنت فاكر مية في مية آه طبعا أوكي ومحمد جودة عايش آه خلاص وممكن تتصل بيه وتسأله لا أنا مش بفتحها جدال أنا بس ربط لأن زكر اسم حضرتك فلا وإنت معايا ما ينفعش أنت ما تردش ما أنا بقول لك يعني آه فكان سابط الله رحمه قال 75 ألف جنيه 75 ألف جنيه إبراهيم سعيد طلب مية ألف جنيه قلت له قرار مش بتاعي محمد جودة وافق على 75 ده في الموسم آه اللي كان موسم موسم واحد موسم واحد آه أنا كنت أقول لك لو ثلاث مواسم يعني كنا هيبقى 75 في ثلاثة بعمتين يبقى أوه مهيب أكاد تقول لك لما حديك عادت يعني الاتفاق كان على كم موسم يجدد موسم واحد بس آه الموسم في الموسم بخمسة وسبعين لا أوه في الموسم بخمسة وسبعين لا كان موسم كان موسم مش بتاع تاني آه آه يعني موسم بردو إبراهيم يقصد مهيب يتكلف ده هو مهيب يتكلف في النوت ده هو طلب 100 ألف جنيه تمام فقالت له القرار مش بتاعي أرجع لصاحب القرار تمام وفي الوقت ده وطل الله رحمه ما كانش يصاحب القرار ثابت البطل برضه كان لازم يرجع للإدارة للإدارة طبعا ده سيستم الأهل خلصنا القاعدة آه وراحت لثابت له ثابت فيه كذا 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 وهو بيقول كذا جودا وافق وإبراهيم ما وافقش آه لما نرجع مصر يعني كنا بنلعب في أفريقيا مهمة انتهت لغاية كده مليش علاقة بأي حاجة تانية حصل إيه بقى اللي حصل بينه وبعد كده وبين الإدارة أو بينه وبين الله رحمه ثابت البطل معرفوش بس اللي أنا بقولك عليه إن كان 75 طلب 100 ثابت قال لي لما نرجع مصر بس لكن 350 والكلام ده ما كانش المبالغ دي موجودة خالص وعلى فكرة ده طفوية تطوعي منك لأن انت مش موديل الكورس يعني أنا كنت قريب من اللعيبة آه يعني أنا كنت قريب من اللعيبة إبراهيم أو جمال جودا كنت قريب منهم يعني محمد جودا محمد جودا بلغت سابقا ميشي بعديها على طول محرفش بقى ميشي بعديها آه على ما أعتقد آه يعني بعد الموسم على ما أعتقد آه يعني كمي للموسم ومشي لكن 350 والكلام ده غير وارد في الوقت دهوات في النادي الأشي أو في مصر كلها عشان يكون متفقين لا أنا أعتقد أنه كان ممكن يقصد 3 سنين مصر مهيب مفيش حاجة ما يقصد لازم يوضح مهمش هيجدد سنة يعني أنا بتكلم على المبلغ اللي كان معروض في السنة أنا مصدقة